الحديث عن جلسة مجلس النواب الطارئة لمناقشة ملف الخروقات التركية قد يكون بعيدا عن واقع السياسة الحالية خاصة بعد استقالة نواب التيار صدري من البرلمان فخبراء السياسة يعتقدون أن الجلسة ستشهد أيضا مناقشة ملف بدلاء النواب المستقيلين لمعرفة الحجوم الحقيقية للكتل في وقت تؤكد مصادر صعود 18 مرشحا صدري من الاحتياط الخاسر إلى البرلمان بعد تقديم الكتلة الصدرية لاستقالة الجماعية وهذا يعني البحث عن آلية قانونية عن كيفية استبعاد الاحتياط أيضا الدعوة إلى اجتماع مجلس النواب الخميس القادم لمناقشة جملة مواضيع خاصة المواضيع الطارئة التي حدثت بعد استقالة السادة أعضاء مجلس النواب من الكتلة الصدرية التي هم 73 عضو ومن سيكون بديلا عنهم وبهذه العملية سيتم تغير أعداد السادة النواب والكتلة السياسية التي ستكون فيها داخل البرلمان وبالتالي ستتغير الخارطة السياسية بالكامل الأمر بات حاليا أكثر تعقيدا بحسب بعض المتابعين للإنشاء السياسي ثم تقطع الناقصة في العملية السياسية بعد السحاب التيار وهذا أظهر انقساما داخل الإطار التنسيقي فبعض أطراف الإطار ينتظرون عودة التيار إلى العملية السياسية كما يبدو القسم الآخر مستعجل على ملء الشاغر النيابي خشية عودة التيار لحد هذه اللحظة لم يتم حسم هذا الموضوع قانونيا ولهذا يحاول بعض الأطراف التي تريد استثمار هذه الفرصة واستقلالها والحصول على مقاعد التيار الصدري تحاول أن تستعجل في إجراء هذا الاستبدال أنا من المتوقع لم يتم لحد هذه اللحظة وصول أسماء نهائية لأعضاء مجلس النواب وهناك أطراف من داخل الإطار التنسيقي تحاول أيضا قدر المستطاع تخيير هذا الموضوع في محاولة منهم لمعالجة هذه الأزمة وعودة نواب التيار الصدري لكن فيما يبدو أن السيد مقتل الصدق قد حسم هذا الموضوع وأيضا هناك أطراف للأسف الشديد أيضا استعجلت في إجراء جميع الإجراءات القانونية باستبدال نواب التيار الصدري وبحسب المعلومات فأن العملية السياسية بعد انسحاب التيار الصدري لم تتضح معالمها بعد بانتظار إنهاء ملف البدلاء لمعرفة الحجوم السياسية تحضيرا لإجراء حوارات مع الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة حكومة يبدو أن العديد من الأسماء مرشحة مبكرا لتولي رئاستها لكن تبقى مجرد تكهنات سياسية لحين إجراء الحوارات الحقيقية من العاصمة بغداد أحمد فيلي زاكروس تيفي